بصوالات وجوالات واحد من نجوم الدفاع النادي الاهلي على مدار تاريخه كابتن سامير كامونة مساء الخير حبيبا وحميد من وردنا الف الف مبروك يا كابتن سامير الف الف مبروك علينا وعلى جميعنا الحبيبة مبروك لرجال النادي الاهلي فعلا فريق كبير فريق عظيم انت من الناس اللي توقعت ان المباراة دي الاهلي اكثر فيها بذكور كبير اه الحمد لله بصت انا نزلت التصريح ده لها سبحانه ايه ده هدف معي اولا طبعا انت عرف انه اهلاوي اهلاوي من درجة ثالثة يعني طبعا من مدرجة اكيد اه كل الاعلام الزمسكاوي مع كل الاحترام ديهم طبعا فريق اه اه فريق كبير برضو انما كان فيه دعم غير عادي اه واتكلمه على الفرقة زادة عن اللزوم وكان فيه سن التعالي قلب الغروب ده قبل اللقاء ده حقهم مشهوع ده فريقتهم 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 والله دول خدمونا يعني ازا كان كده فعلا هم خدمونا خدمونا خدمة ايه ايه يعني متابع جايد ايه انا حسيت ان برضو التفرح كان في صالح النادي الاهلي وممكن يهمد لأكل الزميل والفعل ده حصل ان كله الكفة ميلة الزمالك هيكسب اثنين هيكسب ثلاثة هو بطل الدوري اه عنده سكوات كويس عنده مش حاجات كده قوي كله كان في صالح ثلاث نينت زمالك فكل ده شيء جميل جدا احترمنا كامل ليه لكن انا بقى كمان بكلم على انتمائي وستقطت لعبة النادي الاهلي والمطشين للنادي الاهلي اخر مطشين لعبهم ده من الاسماعيلي كسب 4 و 8 كسب 1 فده اقف جدا واللعيبة منظمة وصفقات جيزة نكحة زي برستاو والنادي الاهلي كان فائع فعشان كده ما نزلت التصريح لقد قلت النادي الاهلي ممكن يكسب ويكرر نتيجة 6 و 1 الاسكور كان ممكن يبقى اكتر من كده كابتن سامير كان ممكن بس تغييرات مستر مسلماني هي اللي عطلت شوية جيمة فتح وده وفع العابة نينت زمالك وهم غلوبين خمسة ابتدت جيمة فتح لكن احنا كنا ممكن نكسب 7 و 8 و 8 المرشو ده كان ممكن يخلص 8 و 3 و 8 و 4 لو التغييرات دي يعني ايه يعني لو كان كمل بنفس الرتم ده ونفس اللعيبة اللي كانت موجودة كان ممكن نكسب كان ممكن يبقى مكسب تاريخي لكن ادارة مساماني المباراة كويسة جدا من احسن مباراةهم مساعة مجند الاهلي مباراة كبيرة برضو عكس الناس لما بتقول كارتيرون افضل من مساماني في المباراة الكبيرة تمام مباراة مباراة دي جيبت مباراة كبيرة جدا ده درب العرب ودرب طبعا واهم درب في افريقيا صحيح وده مطش كبير فهو ادار المباراة كان محنق جدا وكان اه مركز عكس اه كارتيرون لما ابدأ بتصرحاته طبعا اه المستفزة وقال ان فريتنان الزمالك اه الاحسن والاهلي اه احنا ممكن نتفوق عليه يعني هو نافخ لعبت الزمالك شوية والاعلام كمان كان مسانده فده اصرت عليهم بالسالب النادي الاهلي فاجئ الجميع بالمستوى الفني رجون واثنين وثلاثة اول تسعة وعشرون دقيقة وبعدين كمان كان فيه تنظيم دفاع وهجومي في اه اتنين اللاعيبة كانوا يلعاوا بيكتيك على اعلى مستوى اللي هو عالم معدوله اقرم توفيق ايه اقرم توفيق واقب بن شرقي اول خمسة واربعين دقيقة اضعف قوة هجوم نات الزمالك نفس الشيء عالم معدول ما كانش بيهاجم كتير ويف اه تصدى هجمات زيزو اه ناحية اليمين يعني شل حركة الهجوم بزعفرة ند الزمالك كان فيه يعني عايز اقول لك تركيز على اعلى مستوى بالاضاقة كمان لما حمد فتح اللي ابتدى يرجع وراء الزاية الهجمة بيلعبه ثلاثة فلات مع اه بدري بنون وايمن اشرف ثلاثة فلات يدي ارتاحها الافشة بقى يجي يمين ناحية مركز عشرة ويبدأ في صناعة الهجمات ويبقى في زيادة عدد زي في نصف ملعب في زيادة الهجومية على الرغم خلينا اخد رأيك في النقطة دي كابتن سامير لانها شغلة شوية جمهورنا دي الاهي على الرغم انها طريقة تبدو انها تميل اكتر لشق الدفاعي وعلى الرغم ان تبتدي المطشاط دي تقريبا بسبع لعبين يميلوا اكتر للدفاع او مهمهم الدفاعية اكتر منها هجومية تبتكلم على بدر بنون عيمن اشرف اكرم توفي علي معلول حمدي فاتحي السولية ديانج مظبوط اللي انه المباراة دي او الطريقة دي اللي لعب بها مستر موسماني قدر الفريق فيها ان هو يسجل تسع اهداف في اربعة في مرمى الاسماعيدي وخمسة في مرمى الزمالك بتشوف الحت او الجزئة دي ازاي رابع ليك دي نقطة مهمة جدا ان انت عندك روتشن في طريق اللعب بيلعب موسماني واحد وبيلعب اه اربعة وثلاثة ثلاثة وهو لايك كده مبارح في حالة تذكرنا بيكون عليك انه واحدة وجمية قدر انه هو يثبت عارف لما يعني في لغة الكرة بنقول لي ايه كده ثلاثة في خط الظهر السولية محمد فاتحي وعندك يا ديانج ديانج خط النص اه ديانج ترسم ثلث اه قدام الاتنين الاتنين بيعملوا دفاعي وديانج بيعود يعني بيهاجم اه على راس المسلس ده اللي هو نجح فيه موسماني انه هو بيديله ارتاحية في ناحل جمية جاب الهدف الاولاني بديه 16 وجاب الهدف التاني من بلسنج مبارا 18 ما هي دي خلي بالك ايه ليها يعني ليها طريقة ليها ليها تمثيز طبع طبع عندك العيد بالمبهود والمعدلات الجاري والقوة البدنية بالاضافة زائد زائد المهارة دلوقتي اللي احنا بنشوف فيها ديانج هي دي لنجاحة الطريقة بالاضافة كمان ان انا عندي برستاو كان بياخد بيشتغل على المساحات واشتغل فرد ناحية الوينش محمد الشريف في تحركاته انا عايز بقى اتكلم كمان على هدف محمد الشريف هدف يدرس لمحمد شريف الاسست اللي عمله عمرو السلية عمرو السلية ده تقريبا نحن ربونا ربونا اه مزبوط ربونا هو دي حاجة ما بنشوفهاش كتير ما بنشوفهاش خالص والله يا كابتن سمير يعني حاجة يعني ابداع ايه اضافة كمان تحرك محمد الشريف من وراء الوينش ان هو ياخد قطوة وياخد قرار ان هو يعملها على يمين ابو جبل اهي كابتن سمير على الشاشة اهي ربونة عمرو السلية والشمال محمد شريف هنا ابشة كمان كان ليه دور ان هو ضغط عن مسلوسي غلط هنا بقى هنا بقى التحرك بقى والقرار اه ده هنا الجراءة الهجومية والشراصة الهجومية بتاعت محمد شريف اللي هو بيتواجد داخل التمنتاشر لعنده ميزة ان هو بتحرك من ورد المدفين كويس جدا لكن اختراقه داخل التمنتاشر والشراصة الهجومية بتاعته واتخاذ القرار في الهدف ده ده عيد كبير اهي لما الاساسة اللي عملوا السلية انا اقول لك ايه على فاكر الكرة الشراب زي ملا اه طبعا طبعا اهيه موادات تعبير بحيدة انا كنت لسه اسألك هي احلى لقطة في المباراة من نسبة لكابتن سامير كانت ايه فمن الواضح انها لقطة السلية وشريف انت اسألت وانا جاوبت من غير ما تتعلم اه للملعب لان انا انا خسرا دوري وانا كليها الافضلية في المباراة مم بس الاستحواذ زي انا ممكن اكون اتنين وخمسين تمانية واربعين ماشي فيش مشكلة لكن بص عدد البصات الصحيحة نادي الاهلي ايه اوالي تلتمية واحد وتلاتين عدد البصات يعني حوالي اه ربعمائة تمانية واربعين مثلا مم لكن البصات الصحيحة احنا كلينا الافضلية بس الاستحواذ كلينا الافضلية عشان كده احنا كان في مبادرة بالاهداف اول تلاتة اهداف اه اول اه تسعة وعشرين ديها دليل على تركيز لعبة الاهلي وتنفيذ تعليمات مستر مستر هي حالة حالة لعبة نادي الاهلي كان افوأ من لعبة نادي الزمالك والفرص اللي جات اوه نصف ساعة ترجموها الاهداف نادي الزمالك نادي كبير وعنده لعبة محترمة جدا لكن نادي الاهلي يتعامل مع مباراة القمة بتركيز اعلى من لعبة الزمالك بمعنى ان اخر خمس سنوات نادي الاهلي قابل الزمالك في مباراة القمة في الدوري حداشر مباراة نادي الاهلي فاس في تماني نادي فاس في القائن في تعادل وحيي فاحنا لدينا الافضلية في التعامل في مباراة القمة عشان كده انا بقولك لعبة النادي الاهلي لعبة كبيرة في المواقب الصعبة بتلاقيه احنا بطل افريقيا لازم البطل تملي بيظهر معدانه الحقيقي في المباراة الحسيمة او مباراة القمة صحيح بالفعل ده حصل ان هم ترجموا كل حاجة حلوة بارح انا انا بشكرهم يعني حقيقي كلهم كانوا نجوم لو طلبت منك تختار افضل تلاتة بس يعني مين كان من نور قوي من وجهة نظر كابتن كامونا من اللعبة اه واحد اتنين تلاتة رقم واحد ديانج ديانج رقم اتنين صلية رقم تلاتة افشا افشا ليه دور كبير بس دور مش واضح اول الناس لكن دور تكتيك على اعلى مستوى لما يلعب ناحية ديمين كوينج بيقدي اداء كويس جدا الف الف مبروك كابتن سامير واسعدتنا بسمع صوتك مشكرك ونتمنى دايما نشوفك معنا ونسمع صوتك في السادس مبروك كابتن سامير طيب طبعا يعني سريعا جدا نعدي على صحف جنوب افريقيا وجنوب افريقيا بقى لها عمودين في الاهلي بيتسو موسيماني المدير الفني وبرسي تاو طبعا نجم البافانا بافانا او نجم منتخب جنوب افريقيا اللي بقى واحد من سكواد النادي الاهلي عشان كده مركزها ومتابعة بشكل كبير طبعا مشوار النادي الاهلي البداية مع كيكوف اللي قالت انه الاهلي يسحق الزمالك بقيادة بيتسو موسيماني وعشرت طبعا انه بيتسو موسيماني قدر يحقق فوز بنتيجة كبيرة جدا ونتيجة عريضة جدا